عندنا حالتين يعني ربما يقع فيها السؤال إذا كانت الدولة مسلمة والتبرع يطلب حتى من غير المسلم الذي يكون موجود في هذه الدولة المسلمة والعكس بالعكس إذا كان المسلم يعيش في دولة رئيسها يعني غير مسلم أو الرأس السلطة فيها غير مسلم وهذا يحصل حتى في بعض البلاد التي فيها نسبة من المسلمين ربما يكون النصف أو غيرها لكن الرئيس يكون غير مسلم وقد يدعو إلى مثل هذه الحملات فهل يسوغ عطاء غير المسلم للحاكم المسلم أو عطاء المسلم للحاكم غير المسلم نعم هو معلوم بأن المصالح المرتجاة من وراء هذه الأموال إنما يعود نفعها كما ذكرت إلى الناس جميعا يعني الحاكم والمحكوم والبر والفاجر والمؤمن والكافر والصغير والكبير الكل سيستخدم هذه الطرق المعبدة وهذه الجسور المعلقة والكل سينتفع من خدمات المياه والكهرباء وما إلى ذلك ولذلك لا حرج في أن نطلبها من المسلم وغير المسلم من رعاية هذه الدولة وأيضا لا حرج على المسلم في الدولة غير المسلمة أن يبذل ماله في مقابل هذه الخدمات التي يعود نفعها عليه وبالتالي الشرط الرشد والصلاح حتى إذا كان في غير المسلم نعم حتى إذا كان في دولة غير المسلمة ولذلك نقول بأن الزكاة مثلا الزكاة لا تأخذ من أغنيائهم من أغنياء المسلمين فترد في فقرائهم فقراء المسلمين ومصارفها محدودة وولايتها لا بد أن تكون للمسلم لأنها عبادة يعني الذي يقوم على الزكاة جباية وتوزيعا لا بد أن يكون مسلما لأنها مقرونة بالصلاة فكما أن الإمامة والأذان من شروطها الإسلام يعني المؤذن مثلا من أشترق في أربعة شروط إسلام وذكورة وبلوغ وعقل هذه أربعة شروط والإمام أيضا في عشرة شروط من بينها الإسلام فولاية الزكاة أيضا جباية أو إنفاقة لا بد أن يكون القائمون عليها مسلمين لكن بالنسبة لهذه الأموال التي ليست هي من الزكاة فالأمر فيها وازن نعم